بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ينتشل لبنان من أزمتها الأزمة الخانقة التي ضربت لبنان سياسيا واقتصاديا وعلى كافة الأصعدة هل يمكن لفرنسا أن تكون هي المنقذ أم لإيران أن تكون هي المنقذ أم لتركيا أن تكون هي المنقذ هذه أسئلة يطرحها الكثيرون الآن حول هذا الموضوع وتحت هذا العنوان كتبت دي دابليو تقول لبنان هل تنتشل فرنسا مستعمرتها السابقة من أزمتها الخانقة وعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون اللبنانيين بعد الانفجار المدمر في مرفأ بيروت بتقديم المساعدة لهم فهل تكون فرنسا القوة الاستعمارية السابقة منقذة لبنان من محنته وأزمته الخانقة المتعددة الوجوه ودي صورة لمكرون وهو بيتفقد مرفأ بيروت عقب الانفجار وهؤلاء بعض العمال المتواجدين هناك إضافة لحراس ومرافقي ماكرون لم يتفقد الرئيس الفرنسي ماكرون أثناء زيارته في لبنان صدفة كأول رئيس دولة غربية الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت إذ أن فرنسا لها تاريخ طويل في لبنان فبعد انهيار الامبراطورية العثمانية والتي حكمت لبنان لمدة أربعمائة عام عقب الحرب العالمية الأولى حصلت فرنسا على تفويض من عصبة الأمم عصبة الأمم كانت قبل الأمم المتحدة لإدارة بناء لبنان وهذا الارتباط ظل قائما حتى بعد استقلال لبنان عام 1943 واليوم لا يزال جزء من النخبة اللبنانية يتكلم الفرنسية والكثير من المدارس مناهجها فرنسية والعديد من اللبنانيين الأثرياء لهم مقر إقامة ثاني في فرنسا وطبعا وجنسية مزدوجة والطوائف المسيحية اللي هم 39% من عدد السكان لا تزال تنظر إلى فرنسا كقوة حامية لهم يعني هذه الكتلة التي تصل إلى 39% من جملة السكان وهم الطوائف المسيحية لا ينظروا إلى فرنسا كقوة استعمارية ولكن ينظرون إليها كقوة حامية لهم تحت عنوان لا للتدخل الاستعماري وخلال زيارته إلى بيروت وعد مكرون بتقديم المساعدة المباشرة للناس مطالبا في الوقت نفسه بنظام سياسي جديد وده الخطير في المسألة أن مكرون أقحم نفسه مباشرة في طلبه لنظام سياسي جديد وقال أنه يعطي مهلة للسياسين اللبنانيين حتى 1 سبتمبر يعني مهلة قصيرة جدا وإلا فأنه سوف يتحمل مسؤولياته فهل تتدخل قوة الانتداب السابقة بشكل غير شرعي وده كلام بقى مهم هل ستتدخل لتفرض نفسها وتفرض نظام سياسي بالقوة وهنا يتحدث الأستاذ بجامعة بيروت ينفي ذلك ويقول أن فرنسا لها اهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع البلدان المتحدثة بالفرنسية في الشرق الأوسط وكذلك في إفريقيا ويضيف بأنه إذا كانت فرنسا الآن مستعدة لتقديم المساعدة للبنان في هذه المحنة فإن هذا يلقى الترحيب في البلاد يعني بيعتبر أن هذه الخطوة سوف تلقى ترحيب من اللبنانيين لا أسمع الآن أصواتا تعتبر ذلك تدخلا استعماريا وده غاية في الخطورة جدا أن كتلة شعبية تصل لتسعة وثلاثين في المية تعتبر قوة الاستعمار الفرنسية أنها ليست احتلال وإنما قوة مرحبية ماكرون أعلن بنفسه عقب زيارته أمام صحفيين أن الأمر لا يتعلق بحل فرنسي بل بنظام سياسي جديد للبلاد المنهكة ووصلت طائرات من فرنسا محملة بمواد إغاثية وسفينة حربية محملة بأدوات ومساعدين في طريقها إلى البلاد وفي الأول من سبتمبر أيلول ينوي ماكرون العودة إلى بيروت لتفقد الوضع يعني هو ماشي وأصبح خلاص واضح أن ماكرون خد تفويض دولي من حكومة العالم الخفية أو ما يسمى بالماسونية لكي يدير لبنان نيابة عنهم لبنان الذي وضع تحت الوصاية الفرنسية عقب الحرب العالمية الثانية وظل محتلا من فرنسا تريد فرنسا أن تعود من بوابة الانفجار الذي حدث في بيروت قوة خارجية تحت هذا العنوان والحكومة في لبنان عاجزة على كل المستويات حسب خبير الشيون السياسية فليش الذي تدمر بيته أيضا جراء الانفجار المهول الثلساء في بيروت فالدولة مفلسة وشبكة الكهرباء والمياه معطلة والتضخم يزداد بمستويات مرتفعة والاقتصاد منهار هذا توصيفه للوضع الحالي في بيروت ولبنان وفي هذا الوضع من البديهي أن لا يأمل المرء إلا في التخلص من هذه القيادة السياسية فكل شيء آخر أحسن من الحالي ولذلك أنا أتفهم بأن غالبية اللبنانيين إذا كان ذلك ممكنا تريد أن تتولى قوة من الخارج زمام الأمور هنا يعني أمر غاية في الخطورة التي هي القابلية للاستعمار والقابلية للاحتلال يعني أصبح الآن كتلة من المجتمع كبيرة تستنجد بالمحتل وبالمستعمر الخارجي وتعتبر أن ذلك يعني أن يتولى زمام الأمور قوة خارجية أمر مطلوب وطبيعي وأن تكون هذه القوة متمثلة في فرنسا يعني هو بيحدد تحديدا قوة الاحتلال اللي هم عاوزينها أو اللي هو عاوزها فرنسا ما يعتبره خبير شؤون الشرق الأوسط إيلي أبو عون أمرا غير مرجح وأبو عون هو مدير مكتب تونس لمؤسسة بحوث السلام الأمريكي معهد الولايات المتحدة للسلام ويقول أعتقد أن فرنسا خسرت الكثير من التأثير مقارنة مع الوضع قبل 20 أو 30 عاما وهذا له أسباب كثيرة ولا يرتبط فقط بلبنان بل بالمنطقة برمتها ويرى أنه لا يزال هناك ارتباط عطيف بين الفرنسيين واللبنانيين يؤثر على الرأي العام في لبنان ويوضح لكن رأينا في الكثير من المناسبات بأن قرارات الحكومة اللبنانية لم تعد متأثرة بما يقوله الفرنسيون حزب الله أهم من فرنسا تحت هذا العنوان لكن أهم من ذلك بكثير حسب أبو عون هو تأثير حزب الله الشيعي الذي تدعمه إيران والذي يعتبر الاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية وهو مشارك في الحكومة ويقود ميليشيا وكان يبصد سيطارته على ميناء بيروت الذي تم تخزين كمية كبيرة من نترات الأمونيوم المتفجرة في مستودعات والكثير من اللبنانيين يعتقدون أنه يجب طرد كل النخبة الحاكمة الفاسدة كما يقول الخبير الشرق الأوسط في معهد بحوث سلامة بوعون وهو لا يرى أن فرنسا تقف خلف مطالب غالبية متزايدة من السكان الذين يريدون تجاوز النظام الفاسد فرنسا لا حلفاء هناك واتصالات داخل تلك النخب وهذا يقيد إمكانيات التحول إلى مؤثر حقيقي كما يصف إلي أبو عون الدور الفرنسي والأحزاب الرئيسية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها السياسية والدينية لا تزال تتمتع بمساندة شعبية لكنها تتراجع والشيعة مثل السنة يمثلون 27% يعني المسلمين في إيران في لبنان عفوا يمثلون حوالي 54% من مجموع سكان لبنان والمسيحيون يمثلون 39% والدروز 5% من السكان وده صورة المكرون أيضا وهو في منطقة الانفجار الكثير من الدول تريد ألحق التدخل تحت هذا العنوان من بين القوى الإقليمية تعتبر إيران من خلال حزب لا أكبر قوة مؤثرة في لبنان كما يرى أبو عون في حين ضعف نفوذ السعودية في السنوات الأخيرة بل شوف نحن السعودية ومحمد بن سلمان وهو يهين ويعتقل سعد الحريري رئيس الوزراء الأسبق والولايات المتحدة الأمريكية تحاول منذ شهور العودة إلى لبنان أما روسيا وتركيا وهنا بقى بتكلم عن الدور التركي فلم تحقق إلى الآن النجاح في لبنان ومبادرة الرئيس الفرنسي لن تؤثر على منظومة هذه القوى كما يفترض خبير الشرق الأوسط أبو عون وإلى جانب فرنسا وعدت الكثير من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بمساعدة لبنان وحتى الآن الاتحاد الأوروبي خصص ملايين اليورو كمساعدات ومن المقرر أن يزور رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل كممثل لدول الاتحاد الأوروبي بيروت يوم 15 أغسطس الحالي وهو يفضل أن يقوم جميع الأوروبيين بما في ذلك فرنسا بتنسيق مبادراتهم السياسية عوض التحرك الأحادي يبقى عوز يقول أن المبادرة السياسية التي تبناها ماكرون عوزين تبقى مبادرة أوروبية ويشك فلش الأستاذ بجامعة بيروت في التطور السياسي المقبل للبنان المنهج فالنزاعات بين المجموعات الدينية يمكن أن تنفجر باعتبار أن حزب الله الشيعي هو المسؤول عن تخزين تلك المواد المتفجرة وأن الأحياء المسيحية هي التي دمرت بالأمن بالأساس في المرفأ ويقول هناك خشة من تطور هذه الأزمة بسرعة إلى نوع من النزاع الديني ويضيف بأن هناك من جهة المسيحيون الذين يتمنون فرنسا كقوة حامية ومن جهة أخرى الشيعة الذين يريدون الحفاظ على نفوذ حزب الله وبالتالي النفوذ المباشر لإيران يبقى إذن لبنان يتنازعها ثلاث جهات الآن فرنسا من خلال ماكرون المفوض من النظام العالمي أو من الماسونية العالمية أو من الاتحاد الأوروبي سمه ما شئ والطرف الثاني المهم والفاعل على الأرض وهو إيران والذي يدعم حزب الله الشيعي يبقى هناك طائفة من أخرى وهي المسلمين السنة والذين حدث ضعف شديد بالنسبة لهم في الفترة الماضية وكان هذا الأمر متعلق بالسعودية وبنظام السعودية الضعيف الذي تخلى عن دعم سعد الحريري أو المسلمين السنة هناك تبقى تركيا أفوا كدولة حكمت فترة الدولة العثمانية لبنان لمدة ربع مائة عام ولها علاقات تاريخية وهناك تركمان داخل بيروت ولبنان وعد الرئيس التركي حتى بمنحهم ازدواج الجنسية التركية إضافة إلى جنسيتهم اللبنانية هذا الأمر بيفتح الباب واسعا من ينتشي اللبنان من يخرجه من كبوته هل تستطيع فرنسا فعل ذلك هل تستطيع إيران فعل ذلك هل تستطيع تركيا فعل ذلك هذه أسئلة أصبحت حائرة وتطرح نفسها بقوة ويبقى على المحك الإجابة على هذه التساؤلات من واقع الأيام القادمة هل سيحدث تدخل عسكري مباشر واحتلال مباشر أم أن لبنان سيتعافى وسيستطيع أن يتجاوز تلك الأزمة ونختم بهذه العبارة أفلام نهاية العالم تتحول لواقع في بيروت هذا يتحدث ويصف يوم الكابوس الكبير والكارثة العظمى التي حدثت نتيجة الانفجار المروع والكبير أتمنى في نهاية هذا البث أن تكون مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم وأن توافونا بآرائكم واقتراحاتكم وأن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وتشتركوا بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر